بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا للفصل الثاني الكلمة الحالية والخصف نستكمل افكار المسائل الثانية اللي تطبك على القوانين طيب في المثال ده هنشوف ايه المطلوب فيه وهنمشي فيه ازاي بقول لي يوم 18 يناير اللي هو شهر واحد سنة 2009 دي سنة طبعا بسيطة على طول كده انا عايز عايز مخك حاضر متعودش تقرى المسائل الاخر اقترى الشركة مبلغ 30 الف ريال من احد البنوك على ان تسدد يوم 25 اللي هو مايو سنة 2009 برضو ولكن بقى في 16 مارس اللي هو شهر ثلاثة اتفقت الشركة على سداد 29 الف ونص الله ده انا كنت هسدد 30 يعني القيمة الاسمية اللي كنت هسددها كنت هسدد 30 فده الكلام ده انت لو روحت له في مايو بس المفاجأة ان انا كنت اواخد المبلغ في يناير الى مايو فكنت متفق هسدد 30 الف روحت انا بايحنا في مارس بدري مبكر قلتقول لا لا انا هدفع دلوقتي في مارس قال لي خلاص هدفع 29 ونص يبقى باللوجيك كده بالعقل اداني كام خصم داني خصم 500 ريال مش محتاجة حفظ القوانين يعني احتب ايه بقى قال لي احسب المعدل الذي يستخدمه البنك لتسويت هذا الدين البنك استخدم معدل كامي يعني عايز الاي من الاخر طيب امتى لما استخدم مرة بالتجارية سواء الخصم او الكيمة حالية التجارية ومرة بالخصم وكيمة حالية الايه الصحيح طيب انا القرد كان يوم 18 واحد ومفروض وسددت فعلا يوم 16 3 وكنت هسدد الاتفاق القديم كان يوم 25 كنت هسدد 30 ألف طب الاول احسب مدة الخصم يعني ايه مدة الخصم يا شباب الان ما تتحسبش من 1 الى 5 لا 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 احسبها من يوم ما جيت لك بدري احسب مدة الخصم انا جيت لك بدري قد ايه انا جيت لك يوم 16 تلاتة وكنت مفروضة جي لك 25 يبقى احسب من اول 16 تلاتة الى 25 طب من 16 تلاتة شعر تلاتة ده 31 يوم من 16 فاضل 15 يوم في المارس جيت لك 15 يوم بادريه ه候 30 في ابريل وعشرين في ماريو انا ده مدة التبكير بتاعتي جيت لك مبكر 65 يوم طب هو عايز ايه بقى نرجع كان يقول لي عايز ايه عايز احسب المعدل مرة بالتجاري ومرة بتصحيح طب احسب المعدل الخصم اللي هو انا شغلت بالطريقة التجارية الاول نحسب بالتجاري الاول الخصم التجاري بيساوي ايه قبل اسمية نقص الحالية التجارية نترجمها للموظها بتاع ادي الخصم التجاري اللي هو XO يسوي الاسمية اللي كنت هدفعها ناقص الخصم مش محتاج انا قلت لك هي 500 بمجرد النظر سواء خصم تجاري او صحيح على فكرة تطلع 500 طيب الخصم زي الفايدة يسوي مبلغ في معدل في مدة في المسألة بتاعت الفيديو اللي فاتت قلت لك الخصم التجاري يحسب على اساس القيمة الاسمية يبقى القيمة الاسمية ادي الخصم التجاري عندي الخصم التجاري انا جبته ب500 وكما الاسمية عندي والن عندي المجهول الوحيد هو الاي طيب يبقى الاي من المعادلة دي هي اللي مجهولة الاي بتسوي المعلوم اللي برا ده اللي هو الاس اقسمه على الباقي اللي هو S في N جبرة عادي خالص يبقى ده القانون المفروض بتاع الاي ممكن تحفظ قانون الاي مباشرة على فكرة بس انت لو فاهم احسن هتقسم ال500 اللي انت حسبتها على 30 الف في 65 على 365 تقول لي اقسمت على 365 ليه اللي انا شغلت وجاري يا شباب طبعا هي مش هتطلع 9 و2 في المية على طول هي هتطلع علامة على الآلة 092 ده الرقم اللي هيطلع انا عشان احط علامة في المية لازم اضرب الكلام ده في كام في مية طب ده اول مطلوب اللي انا حسبت بالطريقة التجارية هعيد تاني بحسابات بس بالطريقة الايه بالطريقة الصحيحة نفس الخطوات بدلا ما كنت كاتب خصم تجاري هكتب خصم الصحيح يسوي برضو قيمة الاسمية ما بتتغيرش ناقص القيمة الحالية الصحيحة احط القوانين ادي الخصم يسوي قيمة الاسمية ناقص دي برضو هتطلع بخمسمية زي ما قلتلك طب الخصم برضو مبلغ في معدل في مدة بص الخصم اللي فات المبلغ هو عبارة عن ايه اس لا المبلغ المراد عبارة عن ايه 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 يبقى الخصم الصحيح يعتبد على قيمة الحالية الصحيحة يبقى قيمة الحالية الصحيحة في اي في ان برضو المجهول عندي اي بيسوي برضو الاكس اللي بره على الباقي. أخلص بس خلي بالك وأنا بأس من 65 يوم هقسمها على 365 لأننا سنة 2009 بسيطة يا جماعة يعني 365 يوم فقط يعني لو السنة دي كانت كبيسة كنت أسمت على 366 يوم. طيب ده كان نوع من أنواع المسائل اللي ممكن يخدعني ويطلب مني مجهول من داخل المعادلة. فلازم أستخدم الجبر زي ما قلنا. طيب كنا شرحنا جزئية اسمها النمر في الفايدة يعني لو أنا عندي عدة مبالغ وعايز أحسب مجموعة الفايد بتاعتهم مرة واحدة. فاستخدمت طريقة زريفة اسمها النمر لما نرجع للفيديوهات السابقة. برضو في الخصم هستخدم إزاي أجيب الخصم لعدة مبالغ. إجمال الخصوم زي ما كنت بجيب إجمال الفايد. هستخدم برضو طريقة النمر ودي سهلة وبسيطة وظريفة جدا وما فيهاش حاجة. نشوف المثال بتاعها شخص قاعد يعد ديونه كده النهاردة. قال لك الله ده أنا فاضلي 40 يوم وادفع 10.000 وعلي 10.000 بعد 40 يوم و15.000 بعد 60 يوم و20.000 بعد 80 يوم و25.000 بعد 90 يوم. دي ديون اللي علي فأراد أن يسدد جميع ديونه النهاردة اليوم قال لك لا 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 أنا مش هستنى عاما 40 ولا 60 ولا الكلام ده أنا عايز أدفع دلوقتي وأخلص. فمن حقي مدام هدفع بدري له هستنى 40 ولا 60 من حقي أخذ خصومات. طب يعني هاخد خصم على ده الوحده وده الوحده. فبدل بقى معه ده حل أربع مسائل فبالجأ إلى قانون ظريف جدا اسمه قانون النمر وكان معدل خصم هنا بـ 12% سنويا. احسب إجمال الخصم ومجموع القيم الحالية المسددة. طب جميع تعال نشوف هنعملها إزاي إجمال الخصم زي إجمال الفايدة نفس القانون على فكر. المعدل عالة بقى طبعا 360 أو 65 حسب المسألة. مجموع النمر. مجموع فيه ضرب مجموع النمر مجموع النمر يساوي كل مبلغ عندي في مدته. أنا عادت لك المدة ده هو مش تعبك في حاجة. يبقى العشر تلاف فاربعين وخمستاشر في ستين والعشرين في تمانين وهكذا هيدوني المبالغ دي. هي دي النمر كل مبلغ في مدته. خلاص دربت المبالغ دي. ثم جمعتها يبقى مجموع النمر عندي هو المبلغ ده. طيب المجموع المبالغ دي إسا هي مجموع القيم الإسمية اللي أنا كنت هدفعها أصلا. اللي هما السبعين ألف كنت هدفع على سبعين ألف. لكن لما دفعت بدلي هنشوف بقى هندفع كيام. يبقى جبت مجموع النمر بهذه القيمة خمسة مليون ومئة وخمسين ألف. طيب يبقى طبع بقى في قانون النمر اهو. إجمالي خاصة سوي المعدل على تلتمائة وستين في هذا المبلغ. خدت خصم إجمالي على كل المبالغ ألف سبعمائة وستاشر وستة من عشر. يعني كنت هدفع سبعين ألف. نقص منهم ده بقى تجيب القيمة اللي أنا هسددها دلوقتي. فالمبلغ اللي سدده الآن هو اسمه مجموع القيمة الحالية. أطرح بقى إيه السبعين ألف ناقص الألف سبعمائة وستاشر. يبقى أنا دلوقتي الآن هدفع تمانية وستين ألف مئتين ثلاثة وتمانين. يعني أنا كنت هدفع سبعين ألف. لما حسبت إجمالي الخاص لقيت نفسي هيخصم لي ألف سبعمائة وستاشر وستة من عشرة. أقول آه يعني بدل ما أدفع سبعين ألف أناقص منهم دول. مش محتاجة قوانين. يبقى نقول سبعين ألف ناقص الرجل خصمهم لي يبقى أنا أسدد لهذا الرجل تمانية وستين ألف فقط متين ثلاثة وتمانين وكسور وبكده نبقى غطينا الأفكار اللي ممكن تيجي في الوحدة التانية وهي بس عايزة شوية تدريب وأهم مسألتين فيه والمسألة الأولى والتانية طبعا طريقة النمر. انت شفتها قبل كده في الفايدة. وإن شاء الله نلتقي بعد كده في الوحدة التالت في الفيديوهات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله